بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابنانا طلاب طلاب سكندري وان مع حصة جديدة من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري اه طبعا كالعادة ما ننساش نعمل للقناة ونعمل فولو اه لنعمل فولو اولا دي صفحة الفيسبوك مستر ساينس وجروب مستر ساينس على الفيسبوك عشان تعرف طبعا وقت نزول الحصص في جدوى الحصص موجود احنا معادنا كل يوم سبت اه ممكن لو نتأخر يوم او نقدم يوم طبعا ده وارد يعني جدا اه بس ان شاء الله معادكم بيكون سابت كل يوم سبت حصة في الفيزيكس اه وحصة في الكيمستر ان شاء الله اه النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الدرس اللي كنا نتكلم فيه اه كنا اتكلمنا عن اه لو نفتكر كده مع بعض اتكلمنا عن يعني 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 وطبعا خدنا يعني يعني ايه طبعا بتاعتهم اه لو انت لسه ما شفتش الدرس الاول تقدر تتابعه في قناة في طبعا البلايليست الخاصة بالكيمستري بعد كياه اتكلمنا عن عرفنا انواع السيستمز ايه يا ولاد بعد كياه اتكلمنا عن وانه نهاردة هنتكلم او هنكمل كلامنا عن يعني ايه هي يا مستر اليونت اللي بنقيس بها تفعنا يا ولاد ان في مننا في عندنا في يونت اسمها الكالوري اختصرها كده الكالورية معناها ايه يا مستر يعني امتى اقول ان انا اه مسلا اه اديت الاناق دوت او الكنتينر ده اه وان كالوري هيت انرجي ايكول وان كالوري هقول لك طبعا امتى او ايه هو الكالوري عايزين نتخياله يعني فاهمين قصدي تاني كده يا مستر يعني هنفرد ان انا عندي اناء كده كده وحطت فيه وان جرام من الووتر جرام مية وسخنته عشان ترفع درجة حرارة المية من درجة خمستاشر لدرجة ستاشر عشان ترفعها الدرجة دي يا طبعا انت اخدت ادي ايه كوانتيتي اه الكوانتيتي او هيت دي اللي انت اخدتها او كمية الحرارة اللي انت اخدتها دي بيسموها باسم وان كالوري تمام كده طب وات اسمي انت باي جول اما ايه هو الجول يا مستر لا الجول ببعنا هي يا ولاد يعني يا ولاد المراد انت مش بترفع درجة حرارة المية درجة واحدة لا انت بترفع درجة حرارة المية تقريبا ربع درجة اه ده ده معنى يا ولاد الجول طب يا مستر ربطت ذا ماثيماتيكا ريليشن بتوين جول اند كالوري ايه العلاقة اللي تربط الجول بالكالوري يا ولاد تعالوا نشوف الوان جول الوان جول ايكوال وان اوفر فور بوينت وان ايت فور كالوري يعني الجول تقريبا في ربع كالوري طب يا مستر لو انا بتكلم وبدأ بالكالوري يعني المقول لك مثلا وان كالوري ايكوال الكالوري الواحد لما قول لك وان كالوري معناها فور بوينت وان هاندر ايتي فور جول يعني فيه تقريبا اربعة او فور بوينت تو جول لو هنقربها يعني بس طبعا نحفظها كده ان الوان كالوري ايكوال فور بوينت وان ايت فور جول طب يا مستر يا ممكن تجيدي مسلا برو بلمس في الامتحان ان انا احول من يونت ليونت. ممكن طبعا. فمسلا يقول لك هو عايز الهيت انرجي اه الهيت انرجي بوعدة مين يا ولاد? الكالوري. افت ايكوال تو ساوزان جول. لو هي ايكوال تو ساوزان جول. تقول يا مصر هو طالبة بالكالوري. طب ما احنا عارفين يا مصر ان الوان كالوري ايكوال فور بوينت ايتين تمام او وان ايت فور جول. تمام? هو عايز ايه? يبقى هو عايز دي. افت ايكوال تو ساوزان جول. لو هي يا ولاد ايكوال تو ساوزان جول الفين جول. طبعا بيت خلاص سهلة جدا. هعمل كروس مالتيبليكيشن. هتقول يا مصر هقول كده. يبقى اقول له الهيت انرجي ان كالوري. هتطلع فيها يا مصر تو ساوزان. طبعا تايمز وان. ديفايد يا ولاد اه فور هندرد سيفنتي ايت. فور هندرد سيفنتي ايت اليونت بتاعتي كالوري. تاني كده. اه يا مصر يعني معنى كده ان الوان كالوري في فور بوينت وان ايت فور جول. طب لما يكون معي بقى فور هندرد سيفنتي ايت كالوريز. اه هيبقى كم جول يا مصر? هيكون تعريبا يا ولاد تو ساوزان جول. اه يا رب نكون فهمناها وعرفنا ازاي نحل لحاجة زي كده. طيب تعبا نتكلم عن حاجة مهمة جدا. حاجة اسمها. اللي بنى المصدر بالرمز سي اس كده. يعني طبعا ده الرمز بتاعها. يعني يا مصر دي بيه العربي يا ولاد بيسموه باسم حرارة نوعية. طبعا يعني الاسم شايفتك اوه بس تبعوا عارفينه بس. يعني يا ولاد. طبعا ايه يا ولاد. طبعا ايه تدى او او مطر بصفة عامة. تاني كده يا مصر. يعني هي الحرارة اللي احنا محتاجينها او اللازمة. عشان نرفع درجة حرارة جرام من المادة يعني ايه مصدر? يعني ممكن تكون عندي بيصف اير. ممكن يبقى عندي مسلا ووتر. ممكن يكون عندي ده مسلا اه كابر. وده ووتر. وهنا مسلا اه بيصف الامينيوم. برضو وان جرام. وسخنت التلاتة دول يا ولاد. طيب. كل واحد فيهم الماز بتاعته ايه? وان جرام. طيب انت عايز ترفع كل واحد فيهم بس وان ديجري. ادي الماترز اللي عندي كابر وووتر والامينيوم سي يو والووتر اتش تو او والاليمونيوم طبعا ايه? هل 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 يعني الحرار اللي انت عايزة عشان ترفع درجة الحرارة درجة واحدة بس في التلاتة هتكون زي بعض? لا يا مستر. ده ممكن الكابر ده يسخم بسرعة اوي. يعني عشان نرفع درجة حرارة ودرجة واحدة بس. انا مش هحتاج كتير. يعني يسخم مني بسرعة. طيب الالمونيوم ممكن يجي بعد كابر يا مستر. طيب الووتر لا هيطول معانا شوية يا مستر. يبقى هل الامونت الفيت اللي خدها كل مطر من دول او اللي خدتها كل مطر من دول يا ولاد ايكوال. لأ. عشان كده كل مادة بكل يا حاجة اسمها يا ولاد بتاعتها. تمام كده? يبقى او سبيسيفيك هيت. يعني ايه سبيسيفيك هيت? اذا او ماتر او ماتر او طيب الاول نشوف الرول بتاعتنا وبعد كده طبعا نعرف طبعا يا ولاد الاسبيسيفيك من المصدف الرمز السي اس ايه اول كلمة في الديفنيشن بتقول يا مستر يعني كيو الكوانتيتيو فيت من المصدف الرمز كيو طبعا كيو وتحتها حرف البي كده صغير يبقى كيو بي طيب طيب ايه اولاد توريز the temperature of one gram يبقى من دي امستر ماس يبقى divided mass m one gram of substance and one gram of matter one degree Celsius يبقى من دي امستر delta t degree لو وطبعا difference in temperature i will change in temperature يبقى تاني كده بصوا اننا هولو همطو specific heat equal the quantity of heat of the amount of heat required يعني كيو بي to raise the temperature يبقى عندي يا مستر delta t او او temperature of water او مطر one degree Celsius يبقى دلتتي طيب ترفع دائقة حوارة ايه one gram يبقى ام يبقى توريز the temperature of one gram يبقى ام of matter one degree Celsius يبقى دلتتي ايه دي اولاد اللي لازم نحفظها السي اكوال السي اس اكوال اللي هي الاسبيسيفيك هي تكيو بي اوور ام دايمس دلتتي طيب كده ادرا جيب هي الكونتي وفي هي دي اليونت بتاعتها اسمها ايه جول مش هنري سائلين الكونت او فيه او الكونتي وفيه ايه جول طيب ديفايدت اده عالمت هي ما يلتها شوي الماس الماس يا مستر يا اما اقول يا اما اقول الكيلو جرام طب الدلتتي هقول مسلا يبقى جول اوور جرام او ممكن نقول جول اوور جرام تايمس كيلفن ديجري درجة الكلفن على حسب طبعا هو في المسألة هيدالك بالسليزيس ولا بالكيلفن يا ولادي طيب احنا كده عارفنا يعني وعرفنا الميجرينج جول اوور جرام تايم سليزيس او ممكن تكون كيلو جرام على حسب برضو اليونت بتاعت الماس اللي هو مدها لك تقول يا مستر طبعا عايزين يفهمها شوية كمان تعال يا ولاد نبص كده على حاجة مهمة قوي لو انت عندك مسلا لما نروح المصيف مسلا يا ولاد ونلاقي هنا الرمل تمام كده ده الرمل اهو او بصفة عامة وهنا الوطر تمام كده هما الاتنين طالع عليهم نفس الشمس تقول يا مستر بس بالنهار ما واقدرش اقف على الرملة واجري على المية عشان ابرد رجلي شوي صح كده اه تقول لي يا مستر انهم هما الاتنين طالعين عليهم نفس الشمس بالزبط بس طبعا يوزد او ركويرد يعني يا مستر يعني الرمل يسخن بسرعة مش محتاج يخز او مش محتاج كتير عشان يرفع درجة حرارة ودرجة لا ده بسرعة يسحب حرارة يعني اه مستر تلاقي الرمل عشان كده سخن جدا الوطر بقى يا ولاد محتاج ياخد حرارة كتير من الشمس عشان يرفع درجة حرارة ودرجة ايه واحدة يعني بتاعت الوطر عالية جدا عشان كده الرمل تسخن بسرعة لكن الوطر تكون لسه ايه على راحة تعال بقى بالليل اللي يحصل الرمل يا ولاد يبرد بسرعة يطلع الهيت منه بسرعة والمية تفضل محتفظة بالحرارة فيها اكتر وقت كل ده بسبب مين يا ولاد بسبب الاسبيسيفيك نيجي ده ايما بالليل في في الشاطئ بنلاقي الرمل هو اللي بارد لانه عمل للهيت انرجي بتاعته بسرعة لكن المية محتفظة لسه بالهيت انرجي تمام كده ده معنى الاسبيسيفيك هيت عشان كده يا ولاد نقدر نقول ان الوطر ده المية هاي سبيسيفيك هيت يعني المية عندها هاي سبيسيفيك هيت يعني مستر هاي سبيسيفيك هيت يعني محتاجة حرارة كتير محتاجة لارج امام وفهيت انرجي توريز دا تنبريتشور وان جرام تمام وان ديجري عشان ترفع بلجة حرارة جرام واحد بس منها درجة واحد محتاجة مور امام او او لارج امام او هي طبعا كوانتيتو فيت طيب تعال نشوف كما سؤال جيف ريزون ليه علاقة بالموضوع ده ممكن يولا يعني صفة بتميز المادة يعني صفة بتميز مادة عن مادة كل مادة وليها بتاعتها يبقى اللي اجابة ايه طبعا لان تعتبر قيمة سبتة لكل مادة تمام بتختلف من مادة المادة زي ما قلتلكو الكبر غير الايرون غير الالمانيوم غير الووتر عشان كده يا ولاد طبعا 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 بتعتمد كمان على يعني غير غير السولد فطبعا بتختلف من مادة لإيه لمادة يعني في البلاد البرد يعني ليه العمال او سوري المزارعين بيغرقوا آآ الثمار بتاعتهم بمين يا ولاد بالماء ليه طبعا الإجابة بتاعتنا بيكوز ووتر هاي سبيسيفيك هيد سويت بروتكت فروتس فروم فريزينج بيحمي الفكهة بتاعته من انية تجمد ان هو رش عليها مية والمية عندها هاي سبيسيفيك هيد فطبعا المية دي حامت الثمار دي من انية حصلها ايه يا ولاد آآ فريزينج تجمد نمبر ثري ووتر بلاي ان بورتن رول ان كلايميت تمام ليه المية لها دور مهم في المناخ على سطح مين الارض ليه يا ولاد برضو الإجابة يعني الاسبيسيفيك هيد للمية بتكون عالية جدا سبحان الله يعني المية بما ان عندها هاي سبيسيفيك هيد فمش هتسخن بسرعة فتقعد تسحب حرارة كتير من الجو تمام عشان تسخن تمام يبقى معنى كده ايه يبقى الووتر ده بيعمليه تسحب كمية عالية من الحرارة في الصيف طب العكس في الشتاء يا مستر وطبعا في الشتاء المية دي مش هتبرد بسهولة فهتاخد وقت فطبعا تفضل تدينا حرارة على مدار ايه اليوم بالكامل فترفع من درجة حرارة الجو فين في الشتاء يا رب يكون فاهمين يبقى كل الاسئلة اللي احنا خدناها دي يا ولاد اجابتها ليه علاقة ان الووتر عنده ايه سؤال كمان ليه المية بتستخدم في اطفاء الحرائك يا ولاد تقولي يا مستر عشان لأي النار اهيه وانا النار دي لما برمي عليها مية المية عندها هاي سبيسيفيك هيد طب ايه المشكلة يعني ما هي المية دي هتحتاج حرارة كتير عشان تتبخر طبعا كده فتسحب الحرارة من النار وطبعا المية بقى ايه الكش اللي حلم نسمعها دي وان المية تتبخر دي يا ولاد يبقى دي معناها ان المية دي سحبت كمية كبيرة من الحرارة عشان كده النار اتطفت وطبعا المية اتبخرت يبقى الاجابة ايه بيكوز هاي سبيسيفيك لان الوطن عنده هاي سبيسيفيك طيب ازاي نحسب كالكليشن طبعا ذا هيت اماونت لو ازاي يا مستر نحسب الهيت اماونت اللي هي الكيو اللي احنا قلنا رفضات كيو بي اه طبعا كيو بي يا ولاد اكوال ام تايمز سي تايمز دلتا تي مين ايه مين طبعا يا مستر كيو بي طبعا اللي هي كمية الحرارة مين الام الماس طب من السي خلاص احنا نتفرق ايه سبيسيفيك لان ساعة بنكتبها سي من غير اس ما فيش مشكلة عادي ممكن بتعادي ما فيش مشكلة خلاص سبيسيفيك طبعا دلتا تي ازا ديفرنز بتوين طبعا دلتا تي يا مستر يعني تي تو مينس تي وان اللي هي دلتا تي طيب اي بازا ديفرنز باتوين فين فين تيمبراتشور تمام؟ تو دا انيشيال تيمبراتشور طب الاسبيسيفيك ايه is water او water is a is constant الحرارة نوعية الاميات بتكون سبتة كام يا مستر فور بوينت ايتين جول افر جرام بير سيليزيوس دي طبعا وده رقم ثابت. طيب تعال نشوف كده اولاد مع بعض. شوف مع بعض. انا عندي مادة اسمها البروبانول ياولاد الماس بتاعتها يبقى عندي الام بتاعتي اكوال زيرو بوينت توينتي ايت جرامز. تمام? اتحرقت. ده رفع درجة حرط المياه دي ايه? خليبه لك هو ادك كده المجدر اللي ارتفع. يبقى هو ادك ايه? اداني دلتا تي. يعني مسلا كانت مسلا تن بقت مسلا اه اه مسلا بقت ففتين بوينت فايف. يبقى هو كام? فايف بوينت فايف. فهو ده لك الديفرنس على طول. فهو بقول لك ده رفع بركة حرط المياه. فايف بوينت فايف ديجري. يبقى عندي دلتا تي على طول محسوبة هي جاهز. فايف بوينت فايف ديجري. طيب. ويه بيكام ياولاد? تقول يا مستر. هو ما يديها لي في المسألة. سي اس اي اكوال فاور بوينت ايتين جول. او تايمز ديجري سلزيز. فاين the amount of energy resulted from burning. هو عايز يعرف كمية الحرارة اللي لا تجد من الاحتراق ده. يبقى هو عايز الاماونت فيه كيو. تقول يا مستر واحنا جدنا الرول دي ازاي? افكركوا ياولاد ما عليش يقول. عشان عندنا ان السي قولنا بتاعتها كيو اوبر ام تايمز دلتا تي. لو الكيو بي اكوال ام سي دلتا تي. طبعا الترتيب مش هيفرق. بس عشان اقولها بطريقة سهلة شوية تعرفوا تحفظوه. ام سي دلتا تي. طيب تعالوا بقى نشوف. هنحلها ازاي. طولي يا مستر عادي الكيو ايكوال ام تايمز السي اللي هي الديلتا تي اللي هو الماس بكام زيرو بوينت طبعا توينتي ايت تايمز السي. فور بوينت ايتين. تايمز الدلتا تيل هو فايف بوينت فايف. الكلام ده لما نحسبه بالكالكوليتر ياولاد. هيطلع فيها. هيطلع طبعا الكيو فيها اا ايكوال. هقول كده سيكس بوينت فور سري سيفن. جول انا كده يا مستر جبت. تعالوا نشوف بروبلم نمبر تون شوف بيقول فيها ايه وطالب ايه المراتي. بقول لك. يبقى انا عندي الماس بتاعتي طيب عبزر بت فايف ساوزان سفن هندر جول يعني دي خلي بقى لك ال مادة دي مضسطها كده فمضسة كام فايف ساوزان سفن هندرد جول تمام. اه طبعا اه نفين اه نفين اه نفين اه نفين اه نفين اه هنا باقي مصر رجيب دلتا تي. اللي هي ايكول تي تو ماينس تي وان يعني ايكول مصر الفورتي كانت الحرارة الاول تونت فايف بايت فورتي تمام يبانا بقول فورتي ماينس توينت فايف هيطلع فيها ففتين ديجري سلزيز طبعا كده? طبعا هو عايز يحسب بتاعتنا اللي هي يا ولاد. هقول طبعا دلتا تي. نحفظ اللي المهمة دي. سهلة جدا. طيب ايبا انت عايز الكيوب كام اللي هي مستر كوانتيتي وفيت فايف ساوزن سبين هندرد اوبر الماس وان هندرد ففتي فايف جرامز تايمز الدلتا تي هو كان يا مستر ففتين ديجري. طبعا الكلام ده بالكالكوليتور اولاد لما حسبه هيتطلع فيها تو بوينت فورتي فايف جول او هننسى اليونت جول اوبر جرام بير او تايمز ديجري سلجز ايبا جول بير جرام او او اوبر جرام تايمز ديجري سلجز انا كده اجبت الاسبيسيفيك هيت للصبستانس ديه. تعالوا نشوف اكزامبل تاني. اه هنا بيقولك هنا عايز رجعنا تاني لكيو. تمام كده? المرة دي ميديني يا مستر. خلي بالك كده كيو بيك سنتيميتر. طيب. عشان نرفع درجة حرارتها من تلاتين لخمسين يا ولاد. يعني دلتا تي يا مستر. تي تو ماينس تي وان يعني فيفتي ماينس تيرتي ايكوال توينتي ديجري. يعني انا هرفع درجة حارة المية دي عشرين درجة. صح كده? طيب. تعالوا نجيب واحنا عارفين طبعا ان السيل الووتر فور بوينت ايتين ما ينسياش. جول طبعا اه اوبر جرام تايمز ديجري سلجز. وخلي بقى لك بقى ولاد بقى المرة دي تقولي يا مستر انا عايزي الكيو. الكيو عارفين ايه? الكيو ايكوال ام. تايمز سي تايمز دلتا تي. عندي مين يا مستر? عندي السي للووتر. وعندي الدلتا تي طبعا السي بتاع الووتر بنحفظها يا ولاد. هو بدينا طبعا نجيب في المسأل. والدلتا تي عندي. لكن ما عنديش الماس. بس احنا عارفين ان بتاعت الووتر ايكوال الماس اوبر فوليوم. يبقى الماس ايكوال. الدينس تي. تايمز الفوليوم. الدينس بتاعت الووتر معروف ان هي بيه يا ولاد. تايمز الفوليوم اللي هو الففتي. الفوليوم اللي هو مدولي هنا في المسألة اهو. هيطلع فيها طبعا جرامز. كده انا جبت الماس. اقدر بكده اعود في الرول اللي فوق. اه طبعا. اقدر اقول كده ان الكيو اللي هي او الكوانتي توفيت. ايكوال الماس اللي هي الففتي. تايمز السي اللي هي فور بوينت ايتين. تايمز اللي هي طبعا الدلتا تي توينتي. الكلام ده بالكالكوليوتر لما نحسبه. هيطلع فيها فور بوان طبعا او فور ساوزن وان هندريد ايتي. اليونت بتاعتي جول. انا كده قدرت احسب يا ولاد من الكوانتي توفيت. خمسين جرام من الماء. تعالوا بقى. نشوف حاجة تانية اسمها الكالوري ميتر. طيب احنا زي مستر نييز كمية الحرارة دي او كمية الكوانتي توفيت دي. طبعا ميجر دي باي ديفايس كولد كالوري ميتر. كالوري ميتر. طب ايه الفنكشن بتاعته او ايه الاهمية بتاعته مهمة جدا. هنعرفوا بعد كده ان شاء الله منك نتكلم عن الهيت كونتنت. هنبعارفين طبعا ان الكالوري ميتر ده بيستخدم في ايه? يعني ايه التغيير اللي بيحصل في درجة حرارة الكيميكا اللي هو التفاعل الكيميائي. هنستخدمين الكالوري ميتر. طيب الكمبوننسي بتاعته بيتكون من ايه? بيتكون من يا ولاد طبعا ايسوليتد او ايسوليتد فيزل اللي هو اه وعاء كده او ايناء معزول زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده مادة عزلة هنا وهنا اللي في الجودرون بتاعته. ايه كمان? ترموميتر ترموميتر. نوبر ثري ايه كمان يا مستر استرر استرر يا ولاد اللي هي المقلب او حاجة بتقلب بيها. لها دي هي. لها طبعا دي في الرسمة هنا او هنا. كده طب ايه كمان? وطبعا بيكون ايه يا ولاد? بيكون في الغالب بيكون اللي بتاعنا اللي موجود في بيكون ماء. طيب الكمباستشن كالوري ميتر بقى. ده كان الكالوري ميتر العادي لكن فيها حاجة اسمها كالوري ميتر اللي هو فين يا مستر اللي هو ده. ده بيكون خاص بالتفاعلات اللي فيها كالوري ميتر اللي هو احتراق. طبعا. طب. في نوع تاني من يسموه باسم كلمة يعني احتراق يعني مساعر خاص يا ولاد اللي هي تفاعلات الاحتراق. طب يا مستر ايه بتاعته? ممكن يقول لك في المتحانة عنده طبعا. هيجي لك فرق بينه مسلا في مسلا في سؤالة طبعا هنا الفرق بينه ان هو طبعا يعني حرارة الاحتراق لبعض المواد. بعض المواد لما تجد تحتارك يا ولاد بينتج عنها حرارة. هو مين بيقس لي بقى ديت هو اكيد طبعا طب الفكرة بتاعته ايه? الفكرة بتاعته ان انا بحط المادة اللي انا بحرقها هنا في الفيزل ده في الوعاء ده. تمام كده بيسموه باسم وبعدين يا مستر وبعد كده بمرر طبعا الالكتريك واير ده بيمر في طائر كهربائي يعمل الاحتراق هنا في وجود مين يا ولاد? في وجود الاكسجين جاز. تمام كده? طبعا نشوف بقى كده مع بعض الايديا بتاعته. طبعا يبا هنستخدم في الحرق هنا. طيب. يعني في درجة الضغط الجوي الطبيعي. طبعا هنا في وعاء الوعاء ده سمينا باسم ايه? دي كومبوزيشن فيزل دي كومبوزيشن فيزل. طيب ده مالو يا مستر متحاط بكمية من المية زي ما انت شايفين كده لون ازرق دي. بتحيط بمين? بدي كومبوزيشن فيزل ده. طيب ده كده الفكرة بتاعت آآ كالروميتر. تعاني شوف سؤال مهم. طبعا از يوز. ليه بيستخدموا المية في الكالروميتر اللي هو السائل يعني بيعمل تبادل حراري. ليه مستر? طبعا ديوتوز هاي سبيسيفيك هيت. تمام? which allows طبعا اتو ابزورب لارج امانتو فيت انرجي. يعني لان المية عندها هاي سبيسيفيك هيت عندها حرارة نوعية عالية. تسمح ليا يا ولاد ان هي تعمل ابزورب لكمية كبيرة من مين من الهيت انرجي. سوزات ويوز ووتر انسايت كالروميتر ليه? طبعا او از اكس يعتور كأنه آآ سائل هو اللي بيعمل التبادل الحراري. اللي هي مصدر ديوتوز هاي سبيسيفيك هيت اوف ووتر. وشعلو اتو ابزورب لارج عمانتو فيت انرجي. اللي هي بتسمح له نواية متص كمية كبيرة من الهيت انرجي. كده خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة. ان شاء الله الحصة اللي جاية نتكلم عن الهيت كونتنت بالتفصيل ان شاء الله ونحل عليه انتظروا ان شاء الله الحصة اللي جاية. آآ ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ومتابعة للفيديوهات. آآ ومتشغيل الجرس عشان تعرفوا في وقت نزول الفيديو. بالتوفيق ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.